هذا ومثلة الندوة فرصة توجهت خلالها رئيسة المنظمة رادية نصروي بنداء للحكومة للتدخل في قضية التونسية نوران أحواس المختطفة في اليمن وينشدت على ضرورة التفاعل مع النداء اللي تقدمت به نوران عبر شريط فيديو على الانترنت لانقاذ حياتها احنا طالبين من الحكومة التونسية انها تدخل انها تمد يد المساعدة لهالفتات التونسية اللي محتجزة في اليمن لانه مش معقول انها تكون تحمل الجنسية التونسية وما نقفوش معاها وانا طالبة من كل المنظمات انها تتوحد مع بعضها وتقوم بتحرك يكون الهدف منه لفت نظر السلطة لخطورة الوضعية هذه